السلام عليكم ومرحبا بكم معنا مرة اخرى على القناة نتمنى تكونوا على خير وفي احسن الاحوال وانتم ما كتشوفوا هاد الفيديو وصفتنا اليوم غنية عن التعريف كل شي كيعرفها طبق كل فوائد صحي اللي غدي نحضره معاكم هو ديال العدس كيف ما كتلاحظوا معايا عندي هنا كمية ديال العدس قياس واحد الكاس واربع كاس ونص وانتم ما تقدروا تضعفوا الكمية على حسب عدد الاشخاص غادي نحتاجوا حبة ديال الطماطن او ماتاشا وحبة ديال البصل وشوية ديال القصبر هادو هما المكونات الاساسيين اللي غادي نحتاجوا في الوصفة ديالنا ديال اليوم غادي ناخدوا البصلة نقطعوها كيف ما كتعرفوا العدس عنده فوائد عديدة صحية خصوصا للناس اللي كيعانيهم من فقر في الدم اه او النقص الحديد في الدم راهم زيان وصحي ضروري من القطاني مرة 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 اللي كي كنستننفعو بيهم في التغذية ديالنا كيف ما لحتي والبصلة انا هنا يقطعت هرقيقة مدرتاش كاملة لانا تبارك الله كبيرة غادي نقطعوها رقيقة مزيان او لا تقدرو تحكوها اذا بغيتو في الحكاكة الجيهة الغلايضة دعا هدى غادي نقص لها هذا كالعدس راه ها كيف ما لاحتي او نقاي ما في حتا شي حاجة لباكية كي كي نقاي غادي نقص له جوجة لثلاثة المرات حتى كنشوف الما نقيم زيان وغادي ناخد الدم لديه انا احنا غادي نضيف طنجرة ديالي انا احنا غادي نضيف الطنجرة ما كندرش في الكوكد سوف نضعوه في الطنجرة سوف نضيف عليه البصلة كما قلت لكم تقدروا تحكوها سوف نضيفه 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 قطعت الأصبر سوف نقشر الطماطن حتى إذا أردتها لا يوجد إشكال قطعتها قطعتها قطعة صغيرة لا يوجد غليظة لفتقاتها 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 بالنسبة لبعد الدول يوضحها على شكل شربة بعد الدول الأجنبية كنت نقوم بطبق أو طبق رئيسي. دبا من بعد مقطعة القصبر ومطاشا. غدي ناخد الطنجرة ديالي. وغدا نضيف عليها باقي المكونات. طماطم وكذلك القصبر. دبا غدي ندوزو باش نضيفو شوية ديال التوم. عندي هنا يا مطحونة. قياس واحد نصف معلقة صغيرة. غدي نضيفو اه سكنجبير او زنجبيل. قياس واحد نصف ملعقة صغيرة او لا مهم ما تكونش عمر المعلقة. نصف معلقة صغيرة ديال الكامون. وغدي نضيف. الخرقهم. البلدي. غدي نضيف كذلك نصف معلقة صغيرة ديال البزار او الفلفل الاسود. عندي هنا نصف معلقة صغيرة ديال مركز الطماطم او لما تشعر ديال الحك. وهنا غدي نضيف كذلك الملح. كي بقى حسب الضوق. حتى هو نصف معلقة صغيرة. على حسب الكيمياء ديال العدس اللي عندي. غدي نضيف داب الما. عندي هنا الما سخون. او للما العادي ماشي مشكيل. في اللول ما غديش ندير لها الما بزاف. عندي رغي قياس واحد جوش كيسان. القياس اللي غدي تغطى ليا العدس. لانه يراها كتشرب وكتت ضاعف الحجم ديالها. دبا غدي نضيف القياس ديال الزيت. الزيتون. وغدي نضحاء على النار. عم خليها كتب على مهلها. كيف ما كتلاحضو. هيا بدا تكتب. ولدت لها واحد الكاس ديال الما. من بعد ما شدت الغلية اللولة. دبا بني شفتها قربات الطيب. غدي نضيف واحد المزوت ديال الحار. او للفلفل الحار. خضر. كي بقى حتى هو على حسب الضوقة لكاس بغاو الحار. ولكن كتجي لدي دا العدس بالحار. كيف ما لحتي ومن بعد ما طابت ليا. ما كتاخدش وقت كتير بالخصوص هاد العدس هادي ديال. هاد النوعية ديال كندا ما كتكونش كتاخد الوقت بزاف. ماشي بحل العدس البلدية. سافر اذا بغدي ندوزول مرحلة تقديم ديال العدس او للطبق ديالنا. كتجي ملبية المرايقة ديالها. خاطرة ما كتجيش ميها كيف ما لحتيو. دغياك الطيب ما كتاخدش وقت كتير. غير المهم دائما نصيحة. في الطيب ديالكم دائما النار تكون مهيلة باش الطيب كياخد حقه. ما كيتخطفش في الطيب وما كيتحرقش وما كتجيش لنا الطنجرة. كتجي الطيب كيجي هو هادك. غيش دلغلية الولا كان نقصو النار. كيف ما كان طيب. كيف ما كان نوعه. بالنسبة له هاد طبق ديالعدس تقدرو تقدموه مع من ما بغيته. مع الحوت مع الفلف المقلية مع السالات. المهم راكم عارفين كيبقى على حسب شنو ما كان عندكم وشنو ما توفر. ولكن هو كيبقى كطبق رئيسي غني بالمعادين غني بالفوائد. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال اعجابكم. وتجربوه بهالطريقة. انا هدي الطريقة المعتمدة عندي. كيجي لديد كيجي رائع. ما كياخدش وقص بزاف. وناكلوه مع خبيز ديال الضر من طبيعة الحال. باش كيجي باش كيكمل الفائدة ديال ديال الغذاء ديالنا. خبيز ديال الزرع. نتمنى هاد الفيديو يكون خفيف دراف على قلبكم. وكيف ما كتلاحظه معي. كيجي المرق اه هو هاداك. ما كتجيش اه خفيفة. انا كنفضلها هكا. كنبغيش ندير هميها بزاف اولا. المرقة بزاف. اه باش كن. لي كيبغي يكون بالمعلقة. اولا لي كيبغي يغمس هكا مع خبيز ديال الضر. وهاد الشيلي كاين. نتمنى ان شاء الله اه نلقاكم اه مرة اخرى في فيديو جديد في احسن حال. اه وما بقى ليه الا نقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة الى فيديو اخر ان شاء الله ووصفة اخرى. خليتكم على خير والسلام عليكم.